نهارك سعيد وعشرين يناير شو هدأ كتير جدا احداث كتير جدا كانت بتوصبنا الحقيقة بحزن وبألم وبأسه شديد جدا قدام ده في قنوات بتظهر اسمها القنوات الشعبية بدون طبعا ذكر اسامي القنوات الا ما القنوات دي الحقيقة كلها رقصات كلها اغاني شعبية كلها اسفاف كلها حاجات غريبة جدا احنا ما بنتكلمش عن الرقصات قرقصات يعني احنا كتاريخنا في مصر عندنا نقصات كتير جدا مصريات ولكن اللي احنا بنشوفه في القنوات دي الحقيقة شيء غريب جدا الاغرب في الموضوع وهل ده ازدواجية ولا ده ممكن نقول عليه ايه انه الناس اللي بتتفرج على نشرات الاخبار هي هي نفس الناس اللي بتتفرج على القنوات دي الاطفال اللي كانوا زمان كنا بنخاف عليهم انهم يقلدوا المطربة الفلانية والمطربة الفلانية علشان بتلبس بدلة رأس وعلشان بترقص بطريقة فيها ابتزال النهاردة بيقلبوا في القنوات دي وبالريموت كنترول بيجيبوا القنوات دي وبيتفرجوا على الحاجات دي وبيقلدوها ايه ما ده خطورة الموضوع ده افتكر انه ممكن يكون في شيء من الخطورة ايه هو بقى بالزبط هو ده اللي احنا هنعرفه من ضفنا النهاردة وتحليل الشخصية المصرية اللي يعني عندها الزوجية كبيرة جدا ما بين انه احداث مقلمة واحداث حزينة جدا وفي نفس الوقت بنتفرج على رأس وطبل واغاني شعبية ويا ريتها اغاني شعبية محترم ولا دي حاجات كلها ابتزال وحاجات كلها اسفاف دفنا اللي هيكلمنا بالتفصيل اكتر عن موضوعنا النهاردة هو دكتور محمد خليل وهو استاذ علم النفس الاجتماعي الكلينكي بجمعة عن شمس صباح الخير دكتور اهلا بحضرتك معنا اسمح لي قبل ما نتكلم في الموضوع نشوف مع بعض تقرير عن الرأس الشرقي ونشوف مع بعض تقرير بيخص الموضوع اللي احنا هتكلم فيه مع حضرتك النهاردة ونرجع نبتدي تحللنا للشخصية المصرية اللي بتتابع الحاجات دي نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية خنوات الرأس الشرقي دي فشل زريع وينتشر في المجتمع طبعا وحاجة ضرب البناء الدمين كلها هي تعتبر مهزلة اعلامية خنوات وحشة جدا وبتساعد يعني على قلة الادب وبتبعد الناس عن ربنا سبحانه وتعالى أنا ما بشوفش الخنوات دي عشان نقدر حكم عليه في مصر فيه فيه عنديات فتقاليد المفروض يبقى فيه حدود فيه رقابة على القنوات اللي بتطلع ايه الحاجات اللي ايه المفروض يشجعوا الشعب على حاجات اكت يعني احسن من كده مش ايه رجعهم لورا النظرة الاولى لك والسانية عليك هي مسموح ان هي معلش بيباليها قنوات خاصة اللي هي بتسجل بقى على اللي هي على الواصلة والحاجات دي مش على الناس اللي هي في كل بيوتها دي بوزن ويلة ادب بتعلم العائل الزغيرة والبناء الزغيرة ان هما بيقلدوا الرقاصين وده مش مش كويس يعني ممكن عائلة بتهتم بحالات دي وتسيب الدراسة بتاعتها وترجع بتعايز تقلد الرقاصة او تعمل زي ما الرقاصة بتعمل ده اساسا بيغير ثقافة المجتمع شوفنا مع بعض في التقرير في بعض الاراق بتقول دي بوزن ويلة ادب طب هما بيتفرجوا على الحاجات دي بقى ولا ما بيتفرجوش هو ده السؤال نتكلم نهارده مع الدكتورنا اللي منورنا سباح خير دكتور مرة تانية ورأي حضرتك ايه في الموضوع ده وبتحلله ازاي يعني في كذا سبب طبعا يمكن السبب العام اللي هو موجود ان التطرف يمكن بيؤدي الى تطرف مضاد وبالتالي التوجه اللي موجود دلوقتي في الشارع نحو الاسلمة والتغطية بقى وهو يهتم فقط بيه المظهر اكتر ما بيهتم بالمخبر حتى الان على الاقل يمكن هو ده اللي بيفصر بقى ان الناس بتروح رمية على الناحية التانية كنوع من انواع المقاومة كنوع من انواع المقاومة لان المصريين في اغلبهم وسطيين بيحبوا الاعتدال وبالتالي لو شدت الناحية دي انا هروح شدد ايه الناحية التانية اه انما ده مش السبب ايه ده سبب عام يعني الموقف العام ده تحليل حضرتك بالشكل العام يعني اه انما كمان لازم نبقى عارفين كمان ان في اسباب تانية كتير منها ايه مثلا اه منها ان الثورة قامت اه الامال بقت عريضة عند الفئة العريضة من المجتمع الشعب اللي هو سند الثورة السوار ما كانش عندهم رؤية واضحة قوي ويعني خلونا معظم السواد الأعظم الشعب في مصر 70-80% متصورين أن التغيير هيحصل بكرة وأن طالما النظام السائد رأس النظام السائد يبقى خلاص كل حاجة بقت مملوكة لنا وفي مقدورنا أن احنا نعملها في الحقيقة وزي كل الثورات ثورتنا مش مختلفة عن الثورات الكبرى اللي حصلت في العالم كله الأمور ماشية عايزة وقت تغيير عايز وقت أنت بتعيدي بناء بلد توقف نموها من عشرات السنين الناس أحبطت برضو أنا بكلم على فئة الناس اللي هما البسطاء اللي هما يمثلوا غالبية عظمة في المجتمع المصري منهم على الأقل 50% تحت خط الفقر يعني انشغالهم الأساسي بلقمة العيش مش بالفكر وبالثقافة وبالحاجات دي كلها وبالتالي بدأ الإحباط يبقى مضاعف بقى يعني احنا الأول كنا تعيشنا مع الإحباط السواد الأعظم من الناس تعيشوا مع الإحباط لغاية ما جات الثورة فقالوا الحمد لله احنا عانيش وقت أحسن الوقت الأحسن مجاش حتى الآن يمكن كمان فيه إطاقة حتى فيه حاجات كان ممكن ننجزها خلال السنة اللي فاتت حتى دي مقدرناش ان احنا ننجزها لأسباب كتيرة كلنا عارفينها ده سبب تاني من الأسباب وطبعا الإحباط ده بيؤدي إلى الناس تبقى مضغوطة طبعا فبالتالي ناس بتنفاجر بقى بعد كده فيه الحاجات بقى اللي هي فيه ناس بيبصوا عليها من ناحية انها دي نوع من أنواع يعني تعارفة فيه ناس بيروحوا فرح علشان يزيتوا ويهيسوا حاجات زي كده وخلاص لحظة إنما الخطورة في البرامج دي إن لو الناس أدمانتها بقى وبقى ما بتعملش غيرها بس يعني ما بيفرجوش على حاجة تانية وما بيقروش وما بيلعبوش رياضة وما بيشتغلوش كمان في بعض الأحيان الناس كتير ما بتشغلش ممكن درجة إدمان مشاهد لقناة معينة تصل بيه إلى هذه الدرجة ده آه طبعا طبعا ويقعد ساعات طويلة ممكن يعودوا بالأربع خمس ساعات وأربع خمس ساعات دي إدمان بقى خلاص بيتفرج على إيه؟ بيتفرج على رأسه وغاني شعبية وحاجة إحنا كلنا على فكرة ساعات بني بقى عايزين نعمل حاجة مختلفة بس بنعملها لمدة يعني عشر دقايق مرة في الأسبوع إنما لو كل يوم وده بالك بيبقى الأمور بقى مشكلة بقى حقيقية عايز أقول سبب كمان بالإضافة لكده اللي هو إيه؟ اللي هو بقى البرامج بتاعتنا المحترمة وده بالحضرتك البرامج بتاعتنا المحترمة دولة كل همها الحديث عن ما يحدث في مجلس الشعب وما يحدث في مجلس الوزراء والإعلانات اللي بيطلعها المجلس العسكري الحاجات دي كلها وهي كلها حاجات فيها الجدية والصرامة بطبيعة الموقف وده بالحضرتك وانشغلنا الأساسي بحاجات ربما في بعض الأحيان بتكون متعلقة بالشكل بقول مرة تانية أكتر منها اللي جاوها يعني الحاجات المتعلقة بس بيرغي في العيش ما فيش أي تحسن وكلام عنها قليل ولما بيتكلموا بيتخنقوا ولا ننتهي إلى شيء يعني الناس قاعدة بتتفرج على تلفزيون في مجلس الشعب عشان جابوا وزير التموين المجلس الجلسة انتهت بخناقة والمشكلة ما تحلتش بالضبط وحتى هذه اللحظة ما فيش أي حاجة إجراء واضح اتخذ على الأرض وبالتالي الناس هتتفرج على الحكاية دي قد مرة واثنين وثلاثة بعد كده هيزهقوا طب يعني حضرتك معلش بدون مقاطع في الكلام حضرتك بما أننا بقى بنكلم أستاذ علم نفسي فهنستفيد بقى على قد ما نقدر من التحليل النفسي اللي بيحصل اللي كلنا متخبطين فيه حضرتك شايف أنه إذاعة مثل هذه الجلسات أو الحرص على أن احنا نشوفها بشكل عام لأنه حقيقة فيه اختراح في المجلس أنه يكون فيه قناة خاصة بمجلس الشعب أو قناة خاصة بالبرلمان بتزيع الجلسات من الأول للآخر مالوش علاقة بقى بالقنوات اللي عندها حق البث أو عندها حق الإذاعة حضرتك شايف أنه إذاعة مثل هذه الجلسات لفترات طويلة بشكل يومي ده نفسيا ممكن يكون مؤثر بشكل سلبي؟ ده بيتوقف على اللي بتوصل له الجلسات دي لو بتوصل لإنجازات حقيقية نحن هنزمن منين بقى الامور واضحة حضرتك الامور واضحة أن المجلس الشعب حتى الآن عاجز على أنه يعمل أي تغيير حقيقي وقد بقى هذه الحكاية إنما لو فيه حاجات فيها تغيير حقيقي الناس هتوقع تتفرج وحتيب مبسوطة جدا إذا عادتها شيء إيجابي إنما إذا ما فيهاش تغيير حيبقوا مبسوطين جدا وخاصة إذا بقى التزامنا بأداء بالحوار والحاجات دي كلها بالعكس ده هتبقى نفذة جميلة جدا على إن المعلومات اللي بقيت متاحة وما كانتش متاحة قبل كده الناس يحسوا إنها مفيدة إنما لو أنا عادت أتكلم مع حضريك ساعتين تلاتة وما فيش حاجة في الآخر حقول لك لو سمحت بقى أنا عندي حاجة تانية هسلي فيها نفسي أكتر من إن إحنا عمليين كسار نضمجاب بعض وما فيش أي حاجة عايزة نتقل بقى كمان للبرامج الحوارية أي البرامج الحوارية كمان بتخلب بين الحقيقة وبين الرأي وده بيلخبط الناس إحنا السوادي الأعظم عندنا ناس ما عندهمش ثقافة بحيث إنهم قدروا يميزوا يعني القنوات دي بكتير قوي بتخطب 10-15% من الشعب المصري وملخبط الدنيا عايزة واحد بقى فاهم عشان يطلع الرأي لوحده ويقدر يحلل الكلام اللي بيستقبله مظهور ويقدر يتعرض لي كمية الآراء العديدة والمتعددة والمتناقضة والمتفقة في بعض الأحيان اللي موجودة على الفضائيات والقنوات الأرضية أيضا حقيقي طبعا الإعلام بشكل عام يعني وفي الإعلام بشكل عام وبقى قنواتنا كلها نكد في نكد يعني حتى جاءتي لو قناة زاعت فيلم ولا حاجة في ناس سنتقدوها ده وده وقتهم كمان ما بقاش فيه كورة دي نقطة مهمة ما بقاش فيه كورة الكورة دي كان برضو متنفس برضو ما نوصلش لدرجة الإدمان إن برضو كان في مشكلة الكورة قبل كده إن المتش بيقعد على الهوى ستة وسبعة وتمان ساعات وده برضو ده كان بيوظف بطريقة خطيرة جدا لإن الناس تفقد وعيها كمان لا إحنا يعني إنما فيه بعض الناس كانوا بتشوف الكورة عشان برضو كان نعمل أنواع التغيير اللي إحنا كلنا محتاجين له كل الأسباب دي في الحقيقة بتخلي الناس تبحث عن ما هو سهل بقى وما هو يعني مش محتاج وجع دماغ لإن ده التفكير في الحالة دي لما هو غير مستعد للتفكير وغير مؤهل للتفكير حيب أن نعمل أنواع الفكر بقى تقول لك يا عم الفكر يا ربنا بيد عننا الفكر كما لو كان الفكر ده شيء مضر وده بقى لحالتك فالناس دي كمان بعد الثورة بقى عندنا كم هائل من المعلومات اللي إحنا كنا محرومين منها ما كناش عارفين عنها حاجة تفكيرنا محتاج وقت عشان إيه يستعيد لياقته التفكير زي أي عضلة في جسمنا إذا ما استخدمنا هاش بتفقد لياقتها ويبقى محتاجين إن إحنا إيه ندربها يعني حارتك شايف إن هي ممكن تكون وسيلة من وسائل التخفيف وسيلة من وسائل التفريغ الشحن أو الشحنات المكبوتة من مشاكل اللي إحنا بمر بيها بأنا فترة ده فيه زوجية دكتور والإحباط اللي موجود آه والإحباط اللي موجود هل ده فيه زوجية زي بواحد محبطه ما عندهوش وسيلة تانية لإن هو ينمي نفسه ويطبع حياته فييد من أي حاجة وهو ده لو زي بقول حضرتك في بعض الأحالات يصل لدرجة الإدمان والملاحظة إن إيه إن الحكاية دي متشرة في كل طبقات المجتمع تقريباً نشاهدة البرامج دي والإقبال عليها فيه أفرح دلوقتي لازم تجيب الفقرات دي واللي ما يجيبهاش يبقى يعني مش يبقى بخيل على العروسة والعلى العريس والناس بتفرح بيها وبتبقى قاعدة مستنيها ولو جم حتى الفجر يفضلوا عديد مستنيينهم يعني يعني أنا مش ضد حدتك مش ضد أنا مش ضد ده بس أنا ضد إن الأمور تبقى هي دي الحاجة الوحيدة اللي إحنا عايشين عليها أيه وده في الأكل لو أعادت تأكل حاجة واحدة على طول ده مضر طبعاً لو أعادت تشتغلي حاجة واحدة ده مضر لو أعادت مع ناس معينين فقط 2-3 في حياتك ومتعرفيش حد تاني ده مضر التنوع والتعدد هو اللي إيه اللي مطلوب بالخطورة إن الناس بقت والولاد من صغرهم مع الكبار مع الأغنية مع الفقرة زي ما بتقولي التقارير بقت نسبة المشاهدة للقنوات دي عالية جداً فده تفسيري لهذا التحول يعني طيب إزاي ممكن نقدر إن إحنا نتعامل مع الظاهرة دي ولكن بأسلوب صحي ومن غير ما ناخد السلبي منها ولكن نستفيد من الإيجابي منها إزاي ممكن نتقنن ده إزاي ممكن نتعامل مع ده بشكل مضبوط يعني طبعاً الإعلام عليه دور التعليم عليه دور وفيها حاجات سريعة وفيها حاجات على المدى البعيد يعني لو التعليم عندنا تحسن على المدى البعيد ده هيخلي الناس تختار أحسن يبقى عندها قدرة على التمييز والاختيار في ضوء احتياجاتهم مش في ضوء المتاح برضو دي السلع المتاحة دلوقتي تشوف الحاجات التانية نكت بقى وخناقاته وحاجات زي كده فدي السلع المتاحة اللي هي بقى إيه تخلي الواحد في أحيان كتير بيبقى عايز ما يفكرش للحظة يعني يدي لدماغه أجازة أجازة صغيرة عشر دقيق ربع ساعة مش على طول لأنه على طول حبط مش عارف أشغل دماغي تاني بالزبت حتصدي فدي الفكرة على المدى البعيد على المدى القريب للبرامج اللي حريك بتعمليها ديان على المدى القريب البرامج السياسية واللي بتتناول أحداث الجارية وطبعا مهم ان احنا نتناولها ده تفكر في الناس البسطاء الناس البسطاء وتعد خطاب خاص بهم وده بقى لحضرتك وبعدين تهدي التون بتاعها كله خناقات وسريخ ويصل إلى حد بس المشاهدين هدي النوعية من القنوات يا دكتور هما مش بس على فكرة أعمار معينة اعتقد انه الأعمار اللي تتفرج على نوعية البرامج اللي حريك بتكلم عانها مجت هما هما نفس الأعمار الأعمار اللي تتفرج على القنوات دي alongside في منها أطفال في منها مراهقين المراهق او الطفل مافتكرش انه قاعد بيتفرج على ماجلس الشعب مافتكرش انه قاعد بيتفرج مع التوك شوز بتاعتك كل يوم بالليل الخمسين قناة اللي بنحد نتفرج عليها كل يوم تمام يعني في شريحة برضوها اللي مركزة اكتر مع القنوات دي إزاي نتعامل معها ونقننها ونحددها غالبا بقى البيت عليه الدور كمان البيت بقى ده أساسي قبل المدرسة البيت عليه أساسي يعني فكرة فيه ناس كتير دلوقتي بيستخدموا التليفزيون كوسيلة للتخلص من الأطفال بمعنى كوسيلة للتخلص من الأطفال يعني نخليهم يتفرجوا على التليفزيون نجغلهم نلهيهم بالتليفزيون أول حاجة تعملها تروح دايسة على رموط كنتروت تشغلهم الكارتون اللي هم بيحبوها أو أي حاجة بيحبوها علشان ما يفضلوش يزنوا عليها هم عايزين كذا وعايزين كذا وإيه ده يا قامة نصيبة كبيرة بقى لو راحوا يسألوا ماما عن حاجة شافوها في التليفزيون وعايزين عايزينها تشرحها لهم مصيبة كبيرة لأن ماما ما عندهاش الطاقة مش حتى ده على جدوى الأهميتها هي جدوى الأهميت أنها تروح الشغل اللي بتشغل يعني وتعمل الأكل وتأكل العيل وخلص إنما تتكلم معهم غذاء العقل بقى وغذاء الروح مش موجود وبابا طبعا بابا ما بيجيش بقى بابا ما مشوفوه خالف عشان قال ايه عشان الولاد برضو يعني شايفا الولاد مظلومين كذا مرة هو إن بابا ما بيقعدش معهم ليه عشان رايح يجيب لهم لقمة العيش لقمة العيش دي احنا مش محددينها مش محددين لغاية فين يعني لقمة العيش دي وده بقى لحضرتك فالتمن اللي احنا بندفعه بقى عشان لقمة العيش دي مهمة طبعا بس برضو لازم نبقى عمل لها حدود مهمة في حدود إمكانياتنا وطاقاتنا والحاجات دي كلها بما لا يطغى على إن احنا نتحاور مع ولادنا ونتكلم معهم ونتفاعل معهم ونبنيهم زينا بنبنيهم كجسم نبنيهم كعقل كودان وده اللي بيطلع الناس وبالتالي أما بنوع نتفرج حتى لو تفرجنا على الحاجات دي لمدة عشر داي ولا حاجة لإنها في حاجة دي حاجة بدومن الحاجات اللي موجودة في الدنيا فالولاد يشوفوها بس كمان نقول لهم إيه نقول لهم على فكرة دي حاجة جميلة بس ده فان فيه بس بتحبه إنها مش لازم كلهم نعمل زيهم وده بالحضرتك مش بس الكورة كمان نوريهم المتنوعات اللي موجودة في الحياة ونبني فيهم التفكير الناقض اللي هو يمكنهم إن هما إيه يقولوا ده ينفعني وده ما ينفعنيش طب ينفعني أنا مين بقى يبقى لازم أكون أنا كونت نفسي وده بيتكون بقى من إمتى من الصغرين خالص من الأطفال اللي هم صغيرين وعرف هو مين وهي مين وأهدافه إيه وزي ممكن يطور قدرته وإمكانياته عشان نحاق الأهداف دي ما تبقاش بقى إيه خيارات مفروضة علينا إنك عشان تبقى كويس قوي لازم تبقى لعيب كرة أو تبقى إيه من المرامج التانية بقى محترام الشديد اللي بيتشاركوا فيها جميل جدا أعتقد يا دكتور أن إحنا لازم نتقابل مع حضرتك في حلقات تانية أكتر لأنه حقيقة الشخصية المصرية والسايكلوجية المصرية دلوقتي محتاجة لتحليل في منتهى لدقة علشان إحنا نعرف نتعامل مع نفسنا مش بس الناس تعرف تشعامل معنا إحنا كمان لازم نبقى عارفين نعمل إيه مع نفسنا ونعمل إيه مع بعض بسكف حضرتك على وجودك معنا النهاردة دكتور محمد خليل واستاذ علم النفسي الاجتماعي الكلينيكي بجامعة عين شمس نورتنا يا فندم ونهارة حدرتك سعيد مشاهدينا يعني كل حاجة وليها وقتها متهائل دا اللي احنا قدرنا نتوصله من كلام دكتور نروح للفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد خليكوا معنا اشتركوا في القناة